السلام عليكم مرحبا بكم معنا مرة اخرى في فيديو جديد اليوم غادي نشوفوا طريقة تحضير القهوة الاسيوية التي اصبحت جيد مشهورة وهي قهوة دالغونا او دالغونا كوفي ما تنسوش تشاركو معنا في القناة باش دي ما يوصلكم جديد وضغطو على زر اعجاب اذا على بركة الله نبدو بالمقادر يحتاجوا بريق صغير جوشكيسان صغير دي الحليب القدر الكافي كاس خاوي ملعقة كبيرة دي السكر ملعقة كبيرة دي القهوة سيرية تحضير المسخون وحتاجوا خلاط اللي معدوش خلاط يدير غير معلقة دابا ندوزو طيب الحليب دينا نخليو الحليب يغلي على بال من نحضر القهوة دينا اول حاجة كنحط القهوة سريعة تحضير تقدر تدير ناس كافي ولا اي قهوة سريعة تحضير عندك فطار ملعقة كبيرة را كافية الجوج دي الناس نزيد عليها السكر نسبة الناس اللي مكيبغيوش الحلاوة يديرو وينقصوا شوية دي السكر ومن بعد نزيد معلقة صغيرة اولى معلقة كبيرة دي المدافي او سخون المدافع غير باش يدوب لنا السكر والقهوة كي يساعد العملية ندوزول تخلاط دينا نستعمل الخلاط الآلي هذا موجود في الأسواق هنا كيف كتشوفوا اللون دي القهوة يتحول من اللون اسود الى لون بني وفي الأخير هنا كنعرفوا بأن القهوة دينا راها موجودة طريقة التحضير كتشوفوا تقريبا ما بين خمساتة لعشرة دقائق مدة زمانية مطويلة بزاف ولكن كتستاهل هنا كتشوفوا اللون دي القهوة بدأ كي تبدل بني قهوة راها بنينا وزوينا في الصباح واحتفل عشية هنا تقدروا تستعملوا حتى معلقة تتعاونوا بها غير باش تساعدوا بها بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الخلاط الآلي يقدر يستعملوا معلقة من الأول من البداية ديال العملية هذا القهوة بدأت تتجمع لنا وبدأت تتميلي شوية اللون ديالها كريمي قريبا من اللون ديال الكريم ونلقى هو الأصل ديالها من الهند ولكن شهرات في كوريا الجنوبية بعد ما داروها في واحد البرنامج شاهير اسميته دالغونا ومن بعد بدأوا الناس كي حضروها في منازل ديالهم وصل شهرات حول العالم كيف توقع هو ديالنا وجدات حليب طاب ونحطوا الحليب دابه والأول بالنسبة للحليب على قدر الواحد شهرات الحليب ومقادر اللي درنا ديال جوز للناس هنا كنحطوا القهوة ديالنا كيف تشوفو كتبقى فوق الحليب لان قهوة ديالنا تقريبا على الشكل أرغوة وخفيفة ما تنزلش للجحة وهذه طريقة سهلة وزوينا بالنسبة للعشاق وقهوة اي واحد يقدر يحضرها في البيت دياله ستلاحظوا بأن الرائحة ديالها زوينة بزاف وما ضاق بنين اذا لقهوة ديالنا موجودة وخصها غير شي كيكا بنينة بحالها كيف كتشوفو معنا قهوة تقدر تحركوها بشويه طريقة ساليسة بشويه 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 الحليب بها من الرغوة كيف كتشوفو كتبقى الفوق وهنا حضرنا معها في الفطر كيكا وعلى فكرة الكيكا ديال البانان نتمنى ام الله انا طريقة تحضير تكون عجباتكم وبصحة ورحة مسبقا واللي عجبوا الفيديو وما ينساش اشترك معنا بارتاجيه مع الاصدقاء ديالو فعلوا الجرس وتقطوا على زر اعجاب السلام عليكم